تأتي دورة 78 من اجتماعات الأمم المتحدة في وقت تتصاعد فيه الأزمات المتعددة حول العالم وتتأثر دول الجنوب خاصة بهذه الأزمات سواء بسبب اطراب سلسل الإمداد أو أزمات التغير المناخية رؤساء الدول والحكومات يجتمعون في الأمم المتحدة في محاولة لإنقاذ الأهداف الطموحة لمساعدة السكان الأكثر فقرا في العالم في وقت تواجه فيه الدول الأكثر ضعفا سيلا من الأزمات والنزاعات ويخشى أن تضغى على قمة أهداف التنمية المستدامة سلسلة توطرات جيوسياسية متصاعدة مثل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي سيحضر رئيسها فلوديمير زلينسكي إلى نيويورك الدول الأعضاء تبنت في الأمم المتحدة عام 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وهي تهدف إلى تحقيق 17 هدفا تنمويا منها القضاء على الفقر المطقع والجوع وتعزيز العمل المناخي والتعليم الجيد وضمان أن لا يعاني أي من سكان الأرض البالغ عددهم ثمانية مليارات نسمة من الجوع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أكد أن القمة ستسعى إلى إنجاز خطة إنقاذ عالمية بشأن الأهداف مقرا في الوقت عينه بأن 15% منها فقط هي على الطريق الصحيح نحو التحقق بينما يمضي بعضها في اتجاه عكسي للغاية المعقودة كذلك عانت الجهود لتخصيص المال والانتباه لأهداف التنمية المستدامة من إخفاقات عدة بما فيها جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية وغيرها من الأزمات العالمية في ظل الكوارث المناخية المتزايدة والزيادات الحادة في كلفة المعيشة